أخذاني الحزن والألم على من ألحد من الناس وركب رأسه وظن أنه يأتي ببرهان وحج ودليل أنت يا أخي تضيع نفسك أنت تخسر أبديتك استيقظ أيقظ الله كل من أخلص النية في طلب الحق الذين عادوا من الموت بالملايين حول العالم وكلهم أو معظمهم اتفق له أشياء مثل هذه لا تفسير لها إلا بأن جوهرا مفارقا للبدن هو الذي تحرر وتابع كل شيء في مشهد وسيع وأفق منداح وأفق منداح لم يعود للزمان اعتبار ولا للفضاء والمكان اعتبار إنها الروح يا سادة إنها النفس يا إخواني إنها النفس يا إخواني التي ينبغي أن نخدمها حقا وأن نعمل لها لا لهذا البدن الفاني البالي الذي عما قليل سيأكله الدود على أنه ليس الجميع استمعت إلى أحد العائدين من الموت وأنا أنصح بمتابعة هذه المقاطع المباركة التي فيها قصص حقيقية حكاية واقعية لمن يسمون بالعائدين من الموت على أن المصطلح يحتاج إلى تحرير وربما يفيد العود إن شاء الله إلى خطبة الموت يتكلمون هؤلاء لم يموت الموت الذي يدخل به عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هؤلاء لم يدخلوا مرحات البرزخ هذا قبل ذلك قبل ذلك على أن فيه عظة بالغة وفيه فوائد كثيرة من أجزالها أن يعرف المرء بالإجمال بالإجمال مصيره هل هو من ناجين أو هو من الهالكين هل بشر أيها الإخوة بشر الخير أو بشر الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى هو هذا طيب استمعت إلى هذا الشخص أيها الإخوة وإذا به في اللحظات التي فارق فيها عالمنا هذا طبعا بن قرسين مرة أخرى لأحبابي إخوتي وأخواتي لأبنائي وبناتي لا تغتروا بكلام الملاحدة وكلام الماديين الذين والله الذي لا إله إلا هو مهما اجتهدوا ومهما بالغوا ومهما تعززوا وأخذتهم العزة بالإثم لن يستطيعوا أن يثيروا عجاجة حقيقية أمام هذه البراهين التي بها بلغ الله حجته على عباده انسى إياك أن تغتر بقول لبروفيسور فلان الفلان حالم الأعصاب حامل جوائز الذي قال كل هذا مجرد نشاطات دماغية نشاطات دماغية هذه نشاطات استكبارية والعياذ بالله من أمثالكم تعلمون لماذا؟ لأن هؤلاء الذين ذهبوا وعادوا أخبروا بأشياء لا يمكن أن يخبر بها الدماغ مهما كان ناشطاً ولا يخبر بها إلا جوهر فارق البدن ثم حلق في العالم بحرية تامة أو شبه تامة أحد هؤلاء العائدين حين عاد إلى الحياة قال لزوجته لما خمشت وجهك حين بلغك نبأ موتي قالت ما فعلت؟ قال بلى فعلت اكشفي عن وجهك وكانت مرقبة هي لم تشعر وإذا بها قد خمشت وجهها قال لإخوتي وأخواته ماذا فعل الكبش الأبيض الذي أردتم أن تذبحوه؟ قالوا عن أي كبش تحدث؟ قال الكبش الأبيض من صفته كذا وكذا وكذا قالوا أنت الآن تخيفنا كيف عرفت هذا؟ هذا إنما كان في الدار وأنت في المستشفى قال أنا كنت عندكم رأيت كل شيء وحدثهم بكل شيء ثم قال لأخيه الكبير الذي رفع وأبى عفوا أبى أن ترفع عنه أجهزة الإنعاش أبى قال لا كان ميت القلب متوقف كل شيء متوقف كان ميتا قال لا أسمح قال له يا أخي رأيتك حين خرجت وأنت تبكي وكان الجو مطيرا ثم أويت إلى جندي يبدو أنه كان على غارعة الطريق يحرس أو يقوم بمهمة أويت إلى الجندي وبين يديه نار أو قدها فجلست إليه تبكي وسألك وقال لك وقلت له قال له عجيب هذا شيء لا يكاد يصدق من أخبرك؟ قال أنا لم يخبرني أحد أنا وكنت معكم يقول لك نشاطات دماغية حجة الله بالغة يا أبنائي يا بناتي والله الذي لا إله إلاه والله عظمت حسرتي بموت أمي على إخوتي غير المستقيمين من المسلمين على أخواتي غير المستقيمات من المسلمين عظمت حسرتي جدا والله الذي لا إله إلاه كما والله الذي لا إله إلاه أخذاني الحزن والألم على من ألحد من الناس على من كفر وركب رأسه وظن أنه يأتي ببرهان وحج ودليل أنت يا أخي تضيع نفسك لا أقول أكثر من هذا أنت تخسر أبديتك استيقظ أيقظ الله كل من أخلص النية في طلب الحق أيقظه الله ودله على الحق هذه الوقائع لا تعد ولا تحصى لا يحصيها إلا الله والناس فيها مشتركون والناس فيها مشتركون على اختلاف أديانهم وميالهم ونحلهم الذين عادوا من الموت بالملايين حول العالم وكلهم أو معظمهم اتفق له أشياء مثل هذه لا تفسير لها إلا بأن جوهرا مفارقا للبدن هو الذي تحرر وتابع كل شيء في مشهد وسيع وأفق منداح وأفق منداح لم يعود للزمان اعتبار ولا للفضاء والمكان اعتبار إنها الروح يا سادة إنها النفس يا إخواني إنها النفس يا إخواني التي ينبغي أن نخدمها حقا وأن نعمل لها لا لهذا البدن الفاني البالي الذي عما قليل سيأكله الدود سيصير طعاما للديدين على أنه ليس الجميع وعذرا عن هذا على استقصاء الذي أوجوه ربما المقام أعود إلى ما كنت فيه ليس لقات الفقر هذا الدين يقول لك إياك أن تصل بأذى إلى مخلوق أحد الذين عادوا من الموت وعاد تائبا واستقام على السبيل أيها الإخوة عذب بألوان من العذاب بحسب ذنوب معينة وهذا في حياة قبل برزخية لم تكن برزخية أصلا ولعلها من عالم المثال ومن ضمن ما ينوقش فيه وشدد عليه فيه أنه نظر ذات يوم وهو جالس في الباص الأوتوبوس يعني إلى أحد الناس نظرا حادا هكذا قيل له لماذا نظرت إلى أخيك هذه النظرة الله أكبر طبعا ستقولون يا ويلنا فعلا يا ويلنا ويا خيبتنا ويا خسارنا يجلس أحدنا مع إخوانه وخلانه فلا يطيب لهم الحديث إلا بأكل أعراض الناس فلان وفلانا يا ويلنا يا خسارنا ويا ما أطيب المجالس يا إخوتي يا ما أحيل المجالس التي تنعقد وربما تستطيل وتسهب ثم يقوم الناس ويتفرقون لم يتفرقوا إلا عن ذكر وإلا عن كلام في بر ما أحدها نسأل الله أن يكثرها وأن يباركها وأن يعينا عليها والله تجلس وأنت مرتاح جدا وتقوم وملء إهابك السكينة والوقار والجمال أنت إنما كنت تخترف في جنة نعيم الحسنات دون أن تدريه تقضي من هنا حسنا من هنا حسنا من هنا حسنا السلام عليكم سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ختام المجلس كفارة المجلس والعصر إن الإنسان لا في خسر السورة هذا هو هذا الذي يليق بك هذا الذي يليق بك بك بنا جميعا أن نستعد للآخرة كفى كفى يا إخواني أن نغش أنفسنا لا أقول أكثر من هذا كفى أن نخادع أنفسنا كفى أن نضيع أعمارنا في دين ممزق دين مهلهل دين كالثوب المخرق نحتاج إلى دين سليم دين صحيح يوجب إن شاء الله بفضل الله وكرمه لنا البشرة حين نق الله والموت كما قلت لكم لقاء الله من كان يرجو إذن لقاء الله هو الموت المساق إلى الله الموت واضح يا إخواني طيب حتى النظرة حتى النظرة وهذا يذكرني بحديث الإمام أبي القاسم الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى أبد الآبدين ودهر الدائرين من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه بها في غير حق كان حقا على الله أن يخيفه يوم القيامة مرة أخرى يا خسارة نظرة يا رسول الله نظرة رسول المحبة عليه السلام ورسول السلام قال لك لا يسعك أن تنظر نظرة إلى عبد من عباد الله لتخيفه بها في غير حق لماذا؟ أتستطيل عليه بماذا؟ بسلطانك؟ بقوتك؟ بماذا يعني؟ بعشيرتك؟ إياك وهذا حديث مهم جدا لرجال الأمن والشرطة والمباحث مهم جدا إذا غرتك قدرتك فتذكر قدرة الله عليك تذكر فقرك وحاجتك إلى الله يوم تدلى في حفرتك قريبا والمصير قريب وأقرب مما نظن والله أقرب والله مما نظن وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا عن ابن عمر وأيضا عند الطبراني من نظر إلى أخيه نظرة يفزعه أو قال يخيفه بها كان حقا على الله ألا يؤمنه يوم الأفزع يوم الفزع الأكبر يبعث مفزعا خائفا يرتعد لماذا؟ لأنه نظر مرة إلى أخيه نظرة يخيفه بها ستقولون ما العمل ما المخلص التوبة الصادقة فعلت هذا؟ فهم سيقول أنا ضربت أنا ضربت الناس مددت يدي على الناس بسقت عليهم أنا لعنتهم أنا سببتهم أنا دمرت حياة بعض الناس ما المخلص التوبة الصادقة يلحق نفسك